اهلا وسهلا بكم استقبلة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نزاهة شكوى مواطن زعم انه تعرض الابتزاز من قبل رئيس محكمة محكمة تحدى المراكز التابعة لمنطقة الرياض وموظف يعمل في قسم حجج الاستحكام بالمحكمة في نفس المركز الموظف تواصل مع المواطن هاتفيا وطلب من التنازل عن 2000 متر مربع ليتم منها اجراءات سك التملك الذي يعطله رئيس المحكمة بحسب الشكوى التي وصلت لهاية مكافحة الفساد ووضح احد ملاك الاراضي في منطقة الجبيلة ان املاكه هو عائلة من الاراضي التي تعرضت للتعديات من جهات واشخاص عديدين مطالبا بضرورة تشكيل لجنة من البلدية وامارة الرياض اضافة للجهات ذات العلاقة ليتم منها معاناة الاهالي لمناقش هذا الملف معي في الاستوديو الاستاذ فهد الشبيب وهو المتضرر ومقدم شكوى الابتزاز لنزاهة لهيهاية مكافحة الفساد وايضا يسرني يرحب بالخبير للنظمة القانونية والمحامل المسجر القانوني الدكتور حمود الناجم اهلا وسهلا بضيوف الاعزاء استاذ فهد الشبيب تروينا القصة بالضبط باختصار والله اولا في البداية العمر انا سبقا وجدت والاشكلك السيد علي على ضيافة في هذا البرنامج وانا اعتبر ان هذا البرنامج هو الشريان لعادة الروح في قضايانا وهالمواطنين اللي بالكوم عندكم اسأل الله يعينكم تشيلونها والقضية السابقة يمكن اعرج عليها شوية خارج الموضوع قضيته كانت مع شرطة السلمانين اللي كانت مع شرطة العلية والامارة والامن العام الحمد لله اولا اشكر سمو الامير تركي بن عبدالله اللي يستحوذ القضية في شهر واحد خلص الموضوع اللي كانت معاني من اربع سنوات واصدر فيها التحقيق مع كمانا تجرأ في وقف خدمات المذكور لد هذه المدة كما اشكر سمو الامير سعود بن فرحان رئيس المستشارين واسكر سمو الامير الثنياب بن خالد رئيس لجنة الدعاوي السلطة الادارية واشكر كذلك المستشار سلطان العسبرية مجموعة تفاعلة في الموضوع جدا وابشر يعني الموضوع انتهى اموري كلها وصرت سعودية ورجعت الامور لكن ما زلت طالب بالقصاص في التلاعب والفساد اللي حصل لي هذه طيب نرجع لقضية هذه القضية هذه الآن انا اتفاجأت في الضربة الثانية الآن انا عندنا املاك هناك خاصة بجد الوعد الله يخفر الله يرهم فاوكلت من قبل العمامي في الموضوع رجعنا للشيخ طبعا كان في ثلاث مشايخ قضاة المحكمة وهي المنطقة العينة رئيس محكمة العينة فالموضوع تطاول في طلبات ومستندات لتثبيت املاكنا وثبتت بكل حاجة ومن ضمن الاثباتات ثبتت على مصادقة لاخوه سماحة مفتي المملكة اللي هو صادق على المبايع وابناءه وصادق مفتي المملكة على صحة توقيع على امورها هذه البيانات كلها قدمناها من الخطابات البلدية من الرفع المساكل هذا عام كم؟ هذا طال عمره كلها من عام يمكن من اربع سنوات خمس سنوات ولكن القضية مرفوعة كلها من عام 1423 بعد كده لتوليت الموضوع ما يقارب من 9 شهور فبديت اروح للشيخ ومواعيد وروح وجه ومواعيد فالاخير اتفاجأت باتصال من الموظف او المسؤول عن حجز الاستحكام يبلغني شخصيا يقول لك يا ابن شبيب ترى الشيخ يقول هاتي جيني هالشهرين انا مني فاضي لقضايا حجز الاستحكام عندي قضايا اخرى سنيت الشهرين بعد الشهرين كلمت الموظف ها يا فلان قال والله الشيخ امرني انك يا تتنازل الفين متر من الارض وإلا ترى بحير القضية الى جهات اخرى باي حق يطلب الشيخ ان يا تتنازل الفين متر يعني وش الامور اللي تطل مني قالوا لا وحنا بنعدلكم كل حاجة مساحة الارض ستة ثلاثين حنا بنشير منها الالفين ونصلح لكم كل شي قلت شوية اتصل عليك خلها اشاور واتصل عليك في صراحة انا اتخذت اجراءاتي خاصة واتصالي في غرضه تسجيلها المكالمة فاتصلت عليه فلان نعم وش المطلوب الزب قالبت الفين متر تزاح وترجع الارض اربعة وثلاثين الف ومية وتسعة وثلاثين قلت هذا نص من الشيخ قالبت هذا الشيخ قلت خجلت المكالمة خجلت المكالمة ماعد فيه امان ان نرجع كلنا الان لازم نحفظ حقوقنا يا سلهالي خلاص طرق المحاكم انا خمس سنوات لشخصي مقضيتي سبلاك ما يعتدون فيها في المحكمة ما لسه ما وصلنا معلش سل علي انه لازم يعني اخذ موافقة من جهات عشان اعتمد التسجيل فهي الان ما وصلنا المراحل لو نواصلنا المراحل ما لقينها التلاعب طيب المهم بعد كده تواجهت عند الشيخ وقابلت على طول ثاني يوم كيف انت تطلب مني هالشيه هذا والقى الموظف نفس الوقت عنده في المكتب وكيف تعجيني انا شهرين واجي الان وطبعا الواحد يبداي يبحث في الامور الان اجيشوف قاعد تستخرج حجزة استحكام ماذا معنى انا تعطني تقول شهرين قال انا ما قتل الكلام هذا قلت هذا الموظف قال لي الموظف يعني تعدي وعني شاهد جاء رفاعي دولة انا قلت لسه ما احتلت اسم الادب وانا احتلم المكان واحتلم القاضي لانت قلت احلف بالله الان وانا ارفع اترك موضوعي واسوي دعوة عليك الان بالنكران اليمين قال لي قلت لاني مسجل مكالمتك انا الان اسمعك يا شيخ بعد كذا الشيخ غمز على الشخص اللي كان جاي معي اني اطلع لاتهديث الوضع نعم يا شيخ قال رجع لي بعد شهر هذا الكلام في شهر سبع بعد شهر قال والله انا بخاطب جهة معينة طيب متى جيك تعني في شهر عشرة جيت في شهر عشرة تم من خلها نهاية شهر عشرة وتم ما جاءنا الرد وجيهم في شهر 11 اول 11 لقيت لا خطابات ولا سو شيء ولا حزن طبعا من ضمن المشاريع اللي كان يتعبئ الامور المشكلية اللي يتعذر فيها ان فيه بيب بترول مر وهذا من 20 سنة وحنا ارضنا من 100 سنة فلما يسألني يسألني عن مخطط قديم ومرسوم بالرسم الأسود يسألني يسألني اين بيب بيترول كنت لا تن unaware ما هذا بيب البترول لكنني مستعد ليسألني على هذه يقع اين بيب البترول فلجاءت وارحة البلدية لأينة طلبت مخطط تسشير المواقع كلا ف gospelman مخطط واتجهت عليها عظلة ووضحنا خط الباب هذا البيب وهذا أرضنا اللي بالأخضر هذا البيب شفه من هنا يطلع وبينه وبين البيب أملاكي تفضل يا شيخ هذه نسخة قال لا أنا ما أعترف فيها طيب هذه من البلدية شيخ وطيب هذه؟ هذه من مكتب هندسي وهذه الأساس اللي عندك قاعد تكتب فيها وطالب فيها طيب خذ هذه معها قال لا هذه ما أعترف فيها طبعا ما فيه واحد المواطني معي نفس القضية فيه تعديات على أرضه وتعديات على أملاكهم أقل أكثر من أملاكنا وتعديات على مرافق حكومية وكان معاه شهود جاي بيضبط الشهود وفرفض الشيخ فحصل بأن أنا ويالشخص هذا نوع من الألم على حيال أملاكنا وصدد الشخص رجل في هذا المكان بدل ما نستند له أن يكمل حقوق الناس وجدنا أنهم يصعبون الشيء هذا طبعا أنا يعني كل الناس أشاروني إلى مجلس القضاء الأعلى وأنا والله أحترم مجلس القضاء وعلى فكرة يا سيد علي أنا ترى ما أعمل ولكن أقول في كل ثلاثة قضاء ألقى قدامهم قاضي نزيه وأنا أتكلم بالإثباتات وأتحدى أي شخص يقولي لا ومستعد أن أطلب أن عدسة روتانا برنامج يقف عند المحاكم الإدارية ويستنى كل شخص يطلع ويقابل مع المقابلة ويأخذ ردة الفعل ويشوف ما قضية تصار له اللي ثلاثة سنوين لا أربع سنين تؤجل قضايا لا بس شوف أنت الآن ثلاثة واحد نزيه ثلاثة والله أنا شوف أنت الآن دعونا نركز لأنه هذا غير قانوني والجهة الأخرى غير ممثلة أنا بالنسبة لمجلس القضاء الأعلى أنا أطالب مجلس القضاء الأعلى أنه يتحرم من كراسيهم ويتحرم من مناصبهم يعني ما عليش أنا ما رح أذكر أسماء في المجلس القضاء الأعلى وحل أن نعول عليهم دائما بعد الله سبحانه وتعالى ولكن يعطونا وقت بدل هالبنوك وعضاء هالبنوك هالبنوك أعضاء شرعية أنت المشكلة قاعد تفرد تفريعات ممكن تلخبتك القضيتك لا 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 خلهم يروحون أعضاء بنوك أهم شيء كل واحد يؤدي عمله مضبوط إذا كان غير قانوني إذا كان قانوني ما فيه شكال لا 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 الآن واصل المنبر ستوصل إن شاء الله وزير العدل هذا اللي ناشد فيه والآن خلنا بس نتعامل مع الموضوع بشكل قانوني ومهني تأثرت مشكلتك عندك أدلتك تشعر القاضي يتعامل بشكل غير نزيل قضية ودي أسمع رأي الدكتور ناجم دكتور يعني مما سمعت تشوف إن فيه خلل قانوني ولنفترض جدلا أنه هذا ما حدث ما الذي على أخونا فهدا يعمل ونفس الوقت هل هناك فلايحة تعديبية القضاء ممكن تفاعل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله طبعا أنا سأعلق على قضية الأخ فهد فقط يعني وسأقول الأخ فهد أن جانب من تصرفاته يعتبر هو من فرط في حقه هو شخصية كيف أنا أقول لك كيف الآن كل ما ذكر من القصة والرواية التي رواها ليس للقاضي صلة فيها ولا يعلم عنها شيء القاضي الذي يعني على افتراض أنه فيه اتصال من موظف وأنه فيه مساومة وأنه فيه كذا إلى أخير هذه كلها ليس للقاضي صلة فيها ولا يمكن أن تنسب للقاضي لا من قريب ولا من بعيد لماذا؟ أو قصلك ما يمكن أن نثبت عليه؟ بغض النظر بغض النظر حتى لو طلبنا الإثبات حتى لو طلبنا الإثبات هذا أولاً ثانياً حجد الاستحكام هي من أشد القضايا التي يركز فيها القاضي على السلامات إجراءاتها لماذا؟ لأنه متعلق بإثباتات ملكية وهو الآن يتكلم عن جزئية في غاية الأهمية هذه الأرض التي يطلب عليها حجة استحكام يمر بجانبها أنبوب متعلق أعتقد بأنبوب بترول حقيقة أن الأوامر السامية طبعاً أنا أكلم عن الحالة الماثلة تشدد على ما يتعلق بهذه النواحي وعلى التدقيق فيها غاية الأهمية لماذا يعني على هذه الجزئية؟ لأنك عندما تثبت ملكية لشخص تثبت ملكية لشخص بجانب مرفق من مرافق الدولة وخاصة لما يكون مرفق حيوي هذا يرتب مستقبلاً أضرار كبيرة تتعلق بالتعويضات تتعلق بالسلامة تتعلق بحرمانه من ملكه ولذلك التشديد في الأوامر السامية على التدقيق والتمحيص والتثبت هذه حقيقة متتالية ومتوالية وأنا من كثرتها لا أحصيها هذا فيما يتعلق بحجة الاستحكام حجة الاستحكام حقيقة لها إجراءات في المحكمة وإجراءات تثبتية فهي دعوة إنهائية يعني هو يطلب إثبات ملكه دعوة يا شيخ ولو تدخلت في المحكمة لا بس خليك أمل إذا سألت أنا بس في النقطة أرجوك بالله لا معانا أنت لي بتشتتنا ترى الأمر الآخر هو يتعلق بجانب القاضي هو لم يلجأ للمجلس على القضاء ولم تقدم عليه ورقة واحدة بينما أنت تعرف أن القضاء مستقلون في قضائهم ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير سلطان الشريعة ولا أنظمة المرعية وليس لأحدين يتدخل في القضاء كونك تذهب لجهات أخرى وتقدم شكوى على جهات إدارية القاضي ليس معني فيها وهي ليست معنية بالسؤال على القاضي ولا حتى مناقشته المجلس على القضاء هناك إدارة اسم إدارة التفتيش القضائي هذه الإدارة هي معنية بالتحقيق في الشكاوى التي ترد إلى هذه الإدارة بعد حالة المجلس على القضاء للتأكد من صحيح يعني ما ورد فيها والتثبت منها وهذه الإدارة حقيقة إدارة يعني تتمتع باستقلالية تامة تتمتع بأن جميع يعني من الرئيس والأعضاء والمستشاريين هم بدرجة قاضي استئناف إذن نحن نتكلم عن قضية هذه القضية حقيقة ويسمحني الأخ فهد لم تأخذ وقتها الحقيقي من التمحيص والتأكد ولم تأخذ وقتها الحقيقي من التثبت القاضي يُعذر في الإجراءات التي سلكها يُعذر في أنه لا يستطيع أن يخرج هذه الحجة وخاصة أنها قديمة ولها أكثر من مئة سنة إلا بعد أن تثبت الإجراءات ويكتب إلى إجراءات كثيرة وفي النهاية هو حكم والحكم هذا في خلد القاضي أما مسألة طول الإجراءات لا لا خليني رح أرجع لك في هذه أنا رح أعطيك الفرصة لكن بعد الفاصل كم من النقطة التي يمكن أن تنبهها الدكتور حمد يسر فاصلوا ونعود لكم بعد القضاء أهلاً وسهلاً بكم لازمنا في قضية للمواطن فهد الشبيب وعدد المواطنيين الفكرة كانت أنه طالب القاضي حتى ينجز لهم هذه المستار سكوك وأنه يأخذ نسبة من الأرض خاصة نسبة وفيه يعني إلى عليكم قبل فاصل تسمع التفاصيل الدكتور حمود الناجم مسجد الخانوني والمحامي يعني كان عنده وجهة نظر شرحها أخي فهد كان عندك تعقيد أنا أنت تعليق على الدكتور زين أولاً الدكتور الآن في بداية الحوار في الموضوع تكلم أن إجراءات ناقصة وأن بالنسبة لإجراءات حجز الاستحكام طويلة وأن قضية نقديمة هنا جايين خاصين انتهيين هنا مقدمين جميع أوراقنا إعلاننا من 12 سنة هذا من ضمن الشروط استخراج حجز الاستحكام عشان ما يكون على المنازعات هذه خطابات البلديات وماذكر فيها خطاب وزارة شؤون البلدية والقروية أخلصوا موضوعنا أعطونا حقنا أعطونا حلالنا حجز الاستحكام زين ثابتة ما في غبار طلعنا مخطط الآن جديد ما لها ممكن خمس أيام عندي أثبتنا له وش حدودياتنا وش الباب البترول وبيننا وبينها أملاك ومحارب البترول تبعد من مسافات معينة خمسمائة متر وخمسمائة متر عن البيب وخلاف ذلك الآن هذه شركة تضامنية جنب أرضنا دخلها البيب البترول وطالبين تعويض على البترول إحنا قلنا إذا حنا الآن البترول داخل علينا متعدي علينا مثل ما تفضل الدكتور الآن يقول فيها وزارة البترول أن البترول هنا داخل الآن علينا هو يحرمنا من حقوقنا الحق الأول تملكنا على الأرض إذا فيها نزاع فيها نزاع ما هي نزاع البترول الآن البترول الآن البيب والخط الموجود الآن هم متداخل في مسارة بالتالي هو يتبع وزارة البترول الثروة المعدنية نزبط إذن هناك نزاع ما في نزاع يا شيخ انقلبت من حقية استحكام إلى نزاع عفوا يا دكتور معلش أنت أول أشياء حضر أن ندوب البترول الثروة المعدنية ما حضر أحد والشيخ أنا الآن له تسع شهور مباشر معها ما أتخذ خطوة إيجابية أشوفها وأنا طالب لجنة الآن أنا تحدى وأنا مسؤول عن كلامي من هذا المكان أطالب وزير العدل لأنني أنا أيقن وزير العدل الآن هو الآن البرنامج التصليح اللي حاصل الآن بيأتي إن شاء الله أنا أطالب تكوي لجنة لو بكرة نطلع يتطلعون على المعاملة وش أدى الشيخ من تاريخ رفعة الخطاب وصحبنا المعاملة ولقيناها محفوظة بعد وفاة عمي في متابعته جيها واحدة خاطبها الآن الشيخ هذا يمكن ما يقرب له سنتين وعلى ما سمعت ولا أنا أثبت ما أصدر لسك واحد سك واحد وبعدين نحن لها تبعيات يعني هو جاء الآن كمن الإجراءات كلها مكملة ما في شيء يعني تقول والله أولا كان يطلب مننا مخطط جبنا مخطط موجود معه في المعاملة يطلب مننا وراق أرقام موجودة عنده في المعاملة الشيء الثالث مهمها فينا محتقرين كمواطنين أن ندخل عليه على تنصب لذا ونحن جاءسين يعطني تعال ناقشني عطني موعد يا أخي رسمي أنا على كل حال بمساعد طول الإجراءات الحجة الاستحكام صدرت أوامر سامية بإيقاف جميع إصدار حجة الاستحكام واستمر هذا تقريبا عدة سنوات ثم صدر أمر سامي وحدد طريقة استخراج حجة الاستحكام وكيفية المناطق التي يتم خراجها فيها يعني الحيزة العمراني ودخل طق العمراني وفصل فيه الأمر السامي إذن هذا الإيقاف لم يكن للقاضي صلة فيه يعني لم يكن المحكمة برمتها صلة فيه لأنه إيقاف من مقام السامي لفترة معينة ثم رفع هذا الإيقاف بتنظيم سطره الأمر السامي الذي رفع هذا الإيقاف وحدد يعني طريقة استخراج حجة الاستحكام قضية الأخفهد أنا أعتبرها قضية شخصية وسأقول لك يعني يا أخفهد إنها قضية بسيطة القاضي ليس في معزل عن المساءلة وليس في معزل عن التحقيق وليس في معزل عن اتخاذ إجراء فيما يتعلق بأعماله الوظيفية وأنا ذكرت لك أن المجلس على القضاء وإدارة تفتيش القضاء تستقبل الشتاوى طب أشي تسوي الآن إذا هم تظلم القاضي هو حقيقة لم يلجأ ترى مجلس القضاء حتى الآن أنت لم تقدم أي ورقة مجلس القضاء ولم تتعجئ ولم تقدم شكوى لكن انتبه يا أخفهد هذه تراها حقيقة فيها مساءل تأدبية إذا لم تثبت لأن الموضوع ليس موضوع شكوى قاضي فقط الموضوع متعلق بأنك أنت ستشتكي قاضي في أن الحق بكضرار ومنع لديك يا أخفهد ومنع عنك حق معين إلى آخره وسوء وموني وشوفنا أقول لك على الملأ زين بخصم ألفين متر من أرضي طيب أنت خطوطك المقبلة راح ترفع للمجلس القضاء العلى والله أشوف أنا أنا مثلما تضر الدكتور توجيهاته نحن نستفيد من هذه الأشياء وبالعكس تنويريا لكن أنا أرجع بس تعريجني على كلمة صغيرة أنا موضوعي بسيط والحمد لله أنا شوف بسيط جدا طيب الآن لو جاء الآن القاضي رئيس المحكمة في موضوع ثاني وأرض ثانية وطلب مني شهود أنه لازم يكون فيه شهود ومزكين وأجيب الشهود ويرفض أنهم يضبطهم لا شوف يا أخفهد مش تكون حالة هذه يا أخفهد أنت ما تسألني عن قضية مضورة عند القاضي وأصلا حتى نظاما وقضاءا لا يجوز أن تثار قضية لا في الإعلام ولا في غيره هل الشيخ يرفض القاضي يرفض يرفض تثبيت تثبيت شهود يرفض ضبط الشهود هل فيه هذا إجراء يتخذها القاضي هل فيه ولا لا هنا في القضاء لا يحق لي أنه لما أجيب شهود أنه يضبط الشيخ في القضيتي أنا سأفترض أعظم من هذا افترض أن القاضي صار في النظر عن طلب حجلك لا أسألك الآن أليس من حقك أن تعترض هذا الحكم أكيد أنا أعترض عليه وش الضير في هذا ليش أنا أضيع وكتي ويرفض الشيخ أوراق بسمية وماشيين على توجهات السامية وما نص عليها القوانين أنا سأختم بهذا شوف يا أخي الكريم مسألة أن الناقش قضية معينة شخصية وهي منظورة أمام القضاء أنا أقول لك نظاما لا يجوز ولا يجوز حقيقة نذكرها لا من قريب ومن بعيد لماذا لأنها منظورة أمام القاضي ولا نعلم ما الذي سيتخذها القاضي في هذه القضية من إجراءات وما نعلم ما الحكم لا لا خليني أعد دكتور قضايا كثير مثل هذا النوع لو لم يلجأ المواطنين للأعلام من حلت تعرف ليش لأنه يا أخي فيه تكتلات هناك أيضا أقول لك شغلة ثانية اليوم حاولنا أن يكون في أحد ممثل لوزارة العدلة أو المحاكم أو شيء لكن للأسف لم ياتوا المسألة الآن أن نستغل هذه الزاوية في حيث أن يضلب المواطن مشكلة لكن أنت أعتقد أن الإثارة الإعلامية ستؤثر على حكم القاضي ما قلنا اسمه القاضي في المحكم ملزم بإجراءات معينة محددة شرم النظام لا يستطيع أن يحيد عنها لا من قريب لمن بعيد ولا أظن بل أنا متأكد تماما أن القاضي حريص على الحكم الذي يصدره والصك الذي يخرج من عنده لأن هذا الصك معنون ومنزل تشهد لهم بشر مثلا أنا أتكلم عن موضوعي أنا موضوع من نحل موضوعك ألجأ لطرق القانون الذي ذكر لك والمنبر منبر للجميع عبدا ونحن متابعين للقمية قضيتي السابقة قعدت خمس سنوات والآن أمير الرياض كشفت الحقائق والتحقيق وهذه نسخة عندي منها الآن منها المنبخ وأشكر جريدة الوطن كذلك وبالذات خاصة المحليات التي قد استنجدت سحبتني من الشوائب الفساد التي أعيشت فيها والتسوير من جهات أنا لا أتطرق للموضوع هذا أنا في قضيتي الآن وصلت لك شكرا لك نحن مكملين معك شكرا لك فهد الشبيب صاحب القليل وأنا أتعذى من الدكتور إذا كان سعد صدره لا أتعود على الصيانة شكرا للدكتور وهو محمد السابق القانوني فاصل ونعود لكم بعد قليل في ملفنا آخر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة